يكد القيادي في تحالف سائرون محمد الجنابي في تصريح خاص لبرنامج بعض المداولة الذي تبثه الرشيد أكد أن الدولة المدنية ستدافع عن جميع حقوق الشعب العراقي خصوصا أن الطائفية دمرت البلاد في المرحلة السابقة المدنية دافع عن كل طوائف الشعب العراقي من اليوم أني شخص عند انتماء ديني معتدل ليش أرفضه؟ والشخص عند انتماء يساري وشخص عند انتماء المالي مدني حكم الإسلام الطائفي على أثر طائفي على أثر عرقي تشكلت الحزاب سابقا في انتخابات السابقة وقبلها على أثر طائفي وعرقي تشكلت كتل كبيرة طائفية بدون من حتى نذكرها أدت إلى تأسيس الطائفية في البلد من البرلمان إلى الحكومة كل شيء يوصل خدمات الإراق عبارة عن طائفية عبارة طائفية بحتة فتسيس الصناعة والزراعة والاقتصاد والعلم والتربية والصحة أصبحت على أثر طائفي اليوم نلاحظ كل مؤسسة الدولة محشدة طائفيا يجب أن نعمل أن نترك هذه المسلمات ونعمل بلغة العراق الواحد نقبل جميع الطائف والأعراق لكي ننتشل العراق والشعب العراقي من الأزمات التي عصفت به وكفى والشعب العراقي والمواضي العراقي هو الأدرك وهو الأكثر مضحي لكن بالتيات المدنية نجيب شخص كفاءة ومهنية ونزاهة ووجود جديدة تمسك زمام الأمور في الرئاسات التشريحية والبرلمانية لكي يعمل مع العراق ويتعامل مع العراق وأزمات العراق على أثر مدني